بحضور المسؤولين الإداريين والأمنيين والسلطات التقليدية في إقليم وداي ترأس حاكم الإقليم محمد بشير أكرومي الاجتماع الموسى حول القضايا المتعلقة بهيبة الدولة واحتراب القوانين والنظم الإدارية تقرير ديغا محمد الحاشي من أجل دراسة وبحث الأحوال الإدارية والأمنية في إقليم وداي عقد حاكم إقليم وداي محمد بشير أكرومي اجتماعا بمقر الحاكم جمعت جميع المسؤولين الإداريين والأمنيين والسلطات التقليدية حيث طلب الحاكم محمد بشير أكروميخ خلال مخاطبة المجتمعين في هذا اللقاء بضرورة العمل الجاد والدؤوب من أجل تحقيق وتنفيذ برامج وسياسة رئيس الجمهورية إدريز ديبي إتنو الرامية إلى التنمية الشاملة بحلول عام 2030 وبسط الأمن والاستقرار ورفاهية المواطن هذا وقد تداخل في الاجتماع بعض المسؤولين الإداريين والأمنيين مبدين دعمهم ووقوفهم مع الحاكم محمد بشير أكرومي الذي طلب من الجميع احترام هيبة الدولة ونظم والقوانين المعمول بها